السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لا نحتسب وبلغكم رمضان على خير يا رب العالمين انا بشكركم جدا على دعمكم لي والكلام الجميل اللي بتكتبو لي في الكومنتات اللي بديني طاقة ايجابية ويجعل يا رب الكلام اللي بتكتبو لي في ميزان حسناتكم والنجاح والتوفيق لنا كلنا جميعا يا رب العالمين وربنا ينجح لكم اولادكم جميعا في الدراسة اللهم امين يا رب العالمين النهاردة يا حبيبي هنتلم على رؤية الكرمب في المنام بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعله الجرس اللايك يا جماعة عشان يوصلكوا كل فيديو انا بنزله واللي ما اشتركش في القناة يا ريت تتكي على كلمة الاشتراك باللاحمر او الجرس وفعل وان شاء الله باذن الله تشرفوني وتنوروني في القناة بتاعتي باذن الله الكرمب يا جماعة رؤيته غير مستحبة غير محمودة نهائي فاللي يشوف رؤية الكرمب في المنام يا ريت يستعيز من الشيطان الرجيم ويصلي ركعتين او يطلع صدقة لان الكرمب جاي من كلمة كرب وهم لو طالب شاف الكرمب يا جماعة يعرف على طول ان هو داخل على مرحلة هم وكرب ربنا يبعد عنهم يا رب كلهم جميعا او حمل المذاكرة تقيل عليه او مش عارف يذاكر او هيتعب فربنا يا رب يحفظ بلدك جميعا اما بالنسبة لبنت العزباء لو شافت الكرمب في المنام ترفض الجوازة على طول لان هيبقى الشخص اللي جاي تقدم ده بخيل وهتبقى عيشته كلها هم وكرب ونكد فتصرف نظر عن الزواجة دي نهائي اما لو واحد في شغله او واحد في وظيفة او واحدة في وظيفة وشافت الكرمب يا ريت يطلع صدقة ويصلي ويدعي ربنا ان ربنا يسرف عنه الشيء الوحش اللي هتبقى الرؤية اللي هو شافها ده رؤيته غير محمودة فيصلي ويدعي ربنا ربنا يحوش عنه الهم والكرب ده اللهم امين يا رب العالمين تمام يا جماعة فرؤية الكرمب بقى ملفوف محشي لان هو محشي رز والرز جاي من رزية يعني الرز كمان رزية فرؤيته غير محمود غير مستحبة عشان كده انا بقول اللي يشوف رؤية الكرمب يا ريت يطلع صدقة او يصلي ويدعي ان ربنا يحوش عنه الهم والكرب ولو واحد مريد شاف الكرمب يا ريت يطلع صدقة فورا لان هيزيد تعب وهيزيد مرض ولقدر الله وربنا يشفى كل مريد يا رب العالمين ويرزقك ويرزقنا من حيث لنا نحتسب ويبعد عنكو اي حاجة وحشة يا رب كل اللي احنا بنحبه كل امة المسلمين يا رب العالمين ويا ريت ما تنسناش بالله وشرفة على الجرز والله اعلى واعلم